الآن يأطيك معلومة قد تكون هذه لأول مرة تقال أن الصدر اقترح على المالكي أن يكون سوية لتشكيل الحكومة يعني لاختيار رئيس الوزراء وحينما اتصل سيد بقتضى الصدر بالسيد المالكي عرض عليه شخصيا السيد جعفر واعتقادا منه أن السيد المالكي سيوافق على هذه الشخصية باعتبارها ابن مؤسس حزب الدعوة وهذا الكلام بالضبط جرى ويمكن أن تستفسروا من مكتب المالك بذلك ورح تشوفون صحة كلامي يعني الصدر يحاول جاهدا تفتيت الإطار أما مثلا جناح المالكي أو الجناح الذي هو خلف المالكي لأن الصدر لديه اليوم فلسفة جديدة في موضوع إدارة الملف الشيعي أولا وفي موضوع إدارة الملف العراقي ككل وبالتالي فلن يتغير شيء أوجه من هنا رسالتي إلى السيد مقتدى الصدر الرجاء أن يوعز لنوابه ولقادته ولحراكه السياسي أن يبدأ بالحوارات من غير المعقول أن يتخلى اليوم الصدر عن الحوار السياسي بانتظار ماذا سيفعل الإطار الإطار في أول يومين واضح موقفه وأرسل موقفه بكل وضوح أنه لا يشكل حكومة من دون الصدر ليس محبا بالصدر وإنما هو هذا الإطار الذي بني عليه هذا النظام السياسي ولذلك طرحنا مبادرتين أستاذ نجم المبادرة الأولى تحدثنا عنها في اللقاء السابق معك وقلنا ليذهب الطرفان في تشكيل أول مرة حكومة انتقالية تهيي الأسس للأغلبية والمعارضة وقلت لك اليوم ليست لدينا للأسس القانونية ولا العرفية لتشكيل معارضة وأغلبية فخليت تفق الطرفان إذا ما عدتم مشكلة لتشكيل حكومة انتقالية تهيي هذه الأسس ولتكون هذه الحكومة الانتقالية مدتها سنة أو سنتين وطبعا الطرفان لم يوافق على هذا الطرح الطرف الصدري متمسك بالذهاب إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الكرد والسنة من دون الجزء الثاني أو السلس الثاني السلس الضامن أو المعطل أو أي ما يسميه والإطار أيضا لا يقبل يعني ما قبل ولو كان الإطار أكثر تفهما لما طرحناه لكن لا يقبل إلا أن يذهب في حكومة توافقية هو أيضا واضح في هذا المجال اليوم قلنا لهم يا أبي يا أخوان إذا لا هذا ولا ذاك تقبلون به إذا نروحوا إلى حكومة مستقلة شكلوا حكومة من الائتلافين الكبيرين اليوم في البرلمان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر